اشتركوا في القناة والمرشحين 24 ساعة في عدم راحة من مؤتمرات لوعي الناس لأفكار وطموحات وخدمة بلاد وخدمة كرة وبيتسرعوا بقى فيه استسرع في خدمة البلد والكرة والمراكز ولكن أتمنى أن العرصة الديمقراطية ينهب بمصر الحبيبة بإذن الله هيكون ضفنا المرشح دائرة بندر ومركز بين الكم الأستاذ هاني خضر بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم الثاني هذا المكان هو مصدق يعني سكة للناس كلها والمكان ده منبر لأي حد وأي حد صاحب فكر وصاحب رؤية وصاحب مبدأ وصاحب عقيدة إحنا معين دعوة للجميع المكان ده مش حكر الحد المكان ده للجميع أستاذ هاني خضر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ هاني طبعا نخش محضرك في الأسئلة الأسئلات طبعا بتبقى نابع عن الشرع ورأيه للجمهور والناس وما بنخصش أي سؤال بيخصنا احنا كل الأسئلة بتبقى من الناس فطبعا هنسأل وحضرك الإجابة عند حضرتك طب من هو المرشح هاني خضر؟ أنا اسمي هاني مصطفى أحمد خضر ابن قارة ميليك ماركة شبين كوم عند 36 سنة خريج كليا التجارة جميلت المنوفية عام 2005 التالت على قسم إدارة أعمال والسابع على كلية تميدي ماجستير في إدارة الأعمال بتقديل عام جيد جدا عام 2007 بدأت حياتي العملية عام 2005 بالعمل في أحد محلات الأجهزة القرابية مبدأت حياتي العملية اشتغلت محاسب في شركة الأجهزة القرابية دي اتشتغلت فيها من 2005 حتى عام 2010 أما اشتغلت في الشركة دي ما اشتغلتش مع تمتش أن أنا خريج بكل باكاروس تجارة ومحاسب بس لأ كنت بعمل حاجة في كل حاجة كنت بأعمل حسابات وبعمل كل حاجة وببيع لطجارة وببيع لمستهلكين وامسح بتجوزات مع العمال واشيل معهم وحط معهم وحمل عربيات معهم كل ده كنت بعمله الحمد لله وده السبب الرئيسي اللي بخليني موجود النهاردة موجود مع حضرتك وموجود في جولة الاعادة بمفاجأة الناس بتفاجأ أن أنا موجود بالسن الصغير اللي أنا فيه والحمد لله ده توفي من عند ربنا وبنتهز الفرصة دي برنامج شبابي ورنامج رياضي أنني أدي نصيحة للشباب أنما كما تبتدى حياتك العملية ما تعتمدش على أن المرتب هو الماير الرئيسي للحكم على العمل لأن الخبرات اللي بتاخدها من المجال العمل اللي بتشتغل فيه لا تقدر بمال وده اللي سعيدني بعد كده في حياتي وأخليني أبدأ أشتغل لوحدي وأبدأ رحلة كفاح كبيرة من بداية عام 2011 تمام فضل في بداية 2011 بالخبرات اللي أخدتها من العمل في أحد محلات الأجهزة العربية بتديتها أفتح محل النفسي وطبعا بدأت برأس مال ضعيف جدا قدرت أدبر عربية صغيرة مضل 89 أنا بقول للتفاصيل عشان خاطر الشباب اللي بيسمعوني يعرفوا أنها بدأت رحلة كفاح والحمد لله ربنا وفقني فيها اشتريت العربية ديت وفتحتها تحت محل صغير جدا كنت باعتمد أنها بيشتري البضاعة من مكان وأحولها المكان الثاني وأخذ الفلوس اللي اشتريت بها البضاعة ديت أرجحها لصاحب المكان وأخذ المكسبي وبدأت أكبر الشغل والعمل واحدة واحدة في نهاية 2014 كنت من أكتر المبيعات على مستوى الجمهورية بفضل الله علي وده كان سبب رئيسي في نجاحي في المعرض التي اشتريتها تفين في نهاية 2016 صدر قرار من رئيس بنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتحرير سعر الصرف ده أثر علي وأثر على كل التجار وأثر على كل الناس والحمد لله أنا أخذت من العيب والمشكلة اللي قبليتني إنها تبقى وسيلة إنها تشجعني وتخليني أتحرك وأبدأ أحل المواقف الصعب اللي أنا فيه صعوبة المواقف اللي أنا كنت فيه في نهاية 2016 إن أسعار المنتجات تضعفت والربحة قلب يعني مثلاً هقول مثال بسيط لو عندي تلاجة كنت ببيعها بتلات تلاف جنيه سعر التلاجة بقى ست تلاف جنيه أنا كنت بأكسب في التلاجة مثلاً مئة جنيه سعرها بقى ست تلاف وأنا مش عارف أكسب بالمئة جنيه لأن الطلب على المنتجات قال لأن كلنا إحنا بيوت عادية فاللي عنده حاجة بقى يدبر حاله بالتلاجة اللي موجودة على ماين مش هيشتري جديد بدأت أفكر كنت لازم أطلع من المطب الكبير ده اللي تعرض له لكل السوق لكن أنا كنت منك الرسماني ضعيف ما كنتش أقدر أستحمله أكتر من كده سافرت الصين مرة واثنين وتلاتة وتنقلت في الصين بالعربية والقطر والطيارة وبدأت أتنقل عشان أشوف الصناعة مش هزاي وازاي البلد دي متطورة وإيه اللي منجحها والحمد لله في فضل الله في نهاية 2018 كنت استقريت على المنتج اللي أقدر أصنعه وأقدر أعمليه واشتغل إزاي في بداية 2019 أسست شركة ويتك لصناعات الأجهزة المنزلية وبدأت في التصنيع وإن شاء الله مكمل إن شاء الله مكمل هي دي قصة حياتي في خلال 15 سنة اللي فاته أنا عايز أأكد أن أنا في بداية 2011 كنت شخص عادي جدا 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 وأقلم العادي مجرد موظف أو في مكان بأخذ مرتب بصرف على بيتي بشكل كده خاطرت واشتغلت وبدأت أشتغل وتوكلت على الله والحمد لله ربنا وفقني وبفضل الله موجود معك النهار ده مختصر حياتي ببساطة أسباب ترشحك لمجلس النهار في أربع أسباب دفعونه للترشح طبعا بضغط من أهلي وحبابي وصحابي اللي حواليها أول سبب هو حب الناس وده كان متمثل في نتيجة الأصوات اللي أخذتها في الجولة الأولى 12.540 صوت بفضل الله علي وكنت من الأربعة الموجودين في جولة الإعادة السبب الثاني أن أنا معايا رأس مال بسيط أقدر أعمل بي حملة دعائية تقدر تظاهر أصي الأموال الباهزة اللي بتصرف ببزخ واللي بتشتري النفوس الضعيفة أقدر أقف في وسطهم أي نعم مش عامل حملة كبيرة زيهم ولكن حملة تقدر تشتغل معها السبب الثالث وهو عدم قيام النواب الصابقين بدورهم كامل وده ظهر في أزمة الكورونا وفي أزمات كتيرة قبل قبلتنا وقبلت المجتمع وده ظهر في تصويت الناخبين أن العضاء الصابقين في مجلس النواب ما حصل لهمش توفيق وما دخولواش معنا جولة الإعادة السبب الرابع وده المهم أن أنا كنت متعمق في العمل العام وكنت بحاول أخش للمسؤولين ولكن كان بيبقى فيه صعوبة في الدخول للمسؤول نتيجة ببساطة أنت بتمثل مين وتتكلم بنيابة عن مين فده السبب الرئيسي اللي خلنا أتوجه أتقدم أوراقي للترشح ما هو برنامج الانتخابي؟ أما تقدمت للترشح كنت لازم أكون فارق عن الخمسة ثلاثين مرشح اللي كانوا موجودين عملت مجموعة عمل وبدأنا نتحرك في كذا بلد واخدنا قاريتنا مليك عيانة عشوائية أن نشوف أهم المشاكل اللي بتقابل القاري عملنا برنامج من 13 قطاع بنتكلم فيه عن كذا قطاع أول قطاع بنتكلم فيه قطاع الصحة وطبعا بنتكلم في قطاع الصحة أول حاجة بنطالب بيها لابد من زياد حصة وزارة الصحة في الموزنة العامة للدولة الحصة قليلة جدا 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 ووزارة الصحة معزورة والمبلغ اللي تحت إيديها لا يضاهي الكمية المشاكل اللي بتقابل وزارة الصحة حاجة تانية اكتشفنا أن أغلبية الكرة موجودة فيها مستشفيات المستشفيات دي أيما على التطعيمات فقط قلنا درسنا أهم أسباب أن المستشفيات دي بتفرس ساعة 12 الظهر وما فيش ما بتكملش اكتشفنا أن فيه نقص في الأطباء والنقص ده ناتج على أن فيه عجز في الأطباء نتيجة سفرهم برا أو أي أسباب تانية فبدأنا نحط اقتراحات طبعا نحن نشغل المستشفيات دي الوقت 14 ساعة قلنا فيه صيادلة لقينا فيه زيادة في عدد الصيادلة قلنا الصيادلة دي ممكن ياخدوا دورات تدريبية لمدة 6 شهر أو لمدة سنة وديبدأ على الأل يقوموا بالإسعافات الأولية يعني أما ابني أو ابني أي حد يحصل له جرح بسيط أو تعورة بسيطة محتاج غرزتين أو ثلاث غرز ما يضطرش يروح المستشفى جبين ممكن الحاجات البسيطة دي تتم علاقها في المستشفى وبالتالي بنخف الضغط على المستشفى الكبيرة بنتكلم في إنشاء مستشفى كبيرة على الأرض المملكة للدولة اللي شبين نقوم لأن الشبين مركز كبير وفيه كتلة سكنية كبيرة 495 ألف صوت أما حصلت أزمة الكورونا حسنا إحنا عندنا مستشفى الجامعة ومستشفى الأصر عملنا مستشفى الأصر عزد وبقى نشغالي في مستشفى الجامعة فحصل أن بقى ظهر واضح أن فيه عجز كبير جدا في عدد الغرف وفي الإمكانيات وفي المستشفى اللي موجودة بنتكلم عن قطاع تاني أنا مش حاجة أستطول في القطاع لا اتفضل اتفضل شكرا معي بنتكلم عن قطاع تاني قطاع التعليم برضو اكتشفنا أن طب الحاجة الأساسية أنه ضبط من زيادة حيث في وزارة التربية والتعليم في الموزن العامة للدولة الحاجة التانية عندنا نقص في المدارس التجريبي ما فيش مدارس تجريبي خالص ورغم الزياد طلب عليها فبنطالب بإنشاء مدارس تجريبي في كل الكرة اللي حوالينا على الأقل نبدأ الفصل اللي بدأي 6 صفوف على الأقل فصلين كل صف يعني بنكلم في 12 فصل ما بنقولش ننشئ مدرسة جديدة حتى لو في مدرسة ممكن نقسمها أو ناخد 12 فصل منها نبدأ نعمل مدرسة تجريبي ونبدأ نشتغل على كده بنكلم على قطاع تالت زي قطاع الكهرباء طبعا بنطالب بتخفيض الشريحة الأولى والشريحة التانية سعر الكلواط فيها طبعا اتكلمت في كذا ما كان قبل كده كان بقولي أنت الحكومة بترجعش في قاراتها لا احنا عندنا حكومة رشيدة وحكومة قوية أما حصل قبل كده صدر قرون البناء وحصل أن كان فيه لغة تلعى رئيس الوزراء مشكور وتلعى تراجع في بعض القارات اللي كان وقتها فبعنا كده أن احنا بنطالب بحاجة حصلت أو في زيادة في أسعار حاجة إن شاء الله الحكومة هتسبع رأينا وإن شاء الله ما يكون نائب هكون صوت الشعب وصوت الناس ونوصر كل حاجة للمسؤولين إن شاء الله نتكلم عن قطاع آخر وقطاع الصرف الصحي اكتشفنا أن أغلبية الكرة داخلها صرف الصحي ولكن فيه شوارع موجودة على الترع والمصارف ده فيه صعوبة لدخول الصرف الصحي إن شاء الله هنحاول نحل المشاكل ديت فيه مشاكل مع الراي ومشاكل مع الصرف الصحي نحاول نحل المشاكل ديت ده زيادة عن القرى اللي ما داخلها صرف الصحي نحاول نكمل معها طبعاً عندنا مشكلة تانية بتقابلنا مشكلة جودة المياه إن جودة المياه قليلة جداً فاكتشفنا أن السبب الرئيسي هو تهالك الشبكة المياه اللي موجودة فنطالب بوضع خطة متكملة لتغيير الشبكة ديت إن شاء الله حتى نبدأ بشارع الشارع حارة حارة قرية قرية بس يبقى في خطة معمولة لتغييرها بنتكلم على قطاع الشباب ورادة بصفتنا في برنامج رياضي لابد من تطوير مركز الشباب والملاعب لأن الرياضة هي كل حاجة وكل حياة للشباب بنصر في النظر على المخدرات والحاجات للشباب بيتجاه لها لازم المركز الشباب كلها تتم تدعمها ولازم الملاعب تتم إنشاء ملاعب كتير جداً في كل قرية على الأقل ملعب واحد في كل قرية مش هنتنازل عن ملعب في كل قرية بنطلب الدكتور أشرف صبح لازم هيكون وقف معنا إن شاء الله بعد دخول البرلمان فيه بقى قضاعات تانية يعني عشان الوقت ممكن الوقت مسموح يعني صدر بنتكلم في قطاع الغاز طبعاً عندنا مش كل الكرة دخل الغاز عندنا فهنحاول بكل قوة إن احنا نسعى لتدخيل الغاز في كل الكرة اللي موجودة بنتكلم على قطاع القوة العاملة بنطلب بالتثبيت العمالة المؤقتة اللي موجودة في كل الأماكن لازم النازل تثبت وتحس بالأمان لأننا نحن عندنا مشكلة نحن نحن نحسش بالأمان غير بالتثبيت بنتكلم عن قطاع مهم جداً زي قطاع الرأي بعد ما لفنا وشوفنا اكتشفنا إن فيه أراضي كتيرة على الترع المغطاة غير مستغلة قطاع الرأي بيغط الأرض ويسيفها إحنا بنطالب بإنشاء أسواق على الترع دي وإنشاء محلات نساعد الشباب على فتح مشاريع جديدة ومقابل مبلغ زياد جداً في أزمة الكورونا اللي فاتت كان كلهم بيكفحوا الأسواق ويقولوا إن السوق بيساعد على انتقال الكورونا ما حدش فكر في البيع والناس البسيطة اللي جاي تبيع في السوق إحنا بنطالب بإنشاء سوق ثابت إن البيعين دي يكونوا موجودين فيه تخش في أي وقت في الـ 24 ساعة تشتري حاكتك اللي أنت عايز في قطاع تاني بنتكلم عليه واقطاع الإسكان طبعاً إحنا عندنا مدينة السادات هي الظاهرة للصحراوي المحافظة المنوفية بنطالب إنشاء جمعية يتم عن طريقها إعطاء أراضي لإنشاء شعاء سكنية وإعطاها للشباب وأهل دائرة بندر ماركس شبينكوب طبعاً أستاذ هاني طبعاً هاروح للأمر مهم جداً بالنسبة لي وبالنسبة للشارع والطائفة الجميلة البسيطة يعني بيقولوا إن المرشح في وقت الانتخابات والترشح بيكون يعني الأحضان والهتفات والأعادات والملازات والحاجات الجاملة جداً وقت الترشح ولكن بعد ما بيوفق الله يعني في وجوده في البرلمان بنفجأ إنه هو بيقفل تليفونات وهب ما نلاقوهش خالص وما يبقاش في وسطينا حتى لو هو عايزينه عايزينه خلنا يسمعنا الراجل ما بنشوفهوش وحتى من خلال التليفون ما بنقدرش نوصله طبعاً أنا مش بقى يعني أنت راجل مرشح وأول ترشح لحضرتك ولكن عايز برضو ردك من وجهة نظرك الآخرين اللي كانوا بعملوا كده ولوجودك في البرلمان هتعملين هو أولاً ردي إن السبب الرئيسي في الناس المرشحين بيقفلوا تليفوناتهم وما يبقاش متواجدين هو سوق الاختيار إن أنا بطالب كل ناخب إنه قبل ما يختار حد يشوفه هيعفو يوصله ازاي وهتواصل معه ازاي بفضل الله علي أنا بمثل طبقة الشباب ومثل طبقة الفقرة بمثل الطبقة المتوسطة أنا عايش في بيت عادي شقة عادية هيقوا خبطوا عليها هيلقوني في أي مكان هيلقوني عايش في قرية موجود في وسط الناس تليفوني حضرتك أنا عامل برنامج تليفوني موجود على البرنامج وأنا مرشح وأي حد بيتكلمني في أي وقت الإيميل بتاعي موجود كل حاجة يقدر أي حد يوصلي في أي مكان أنا بمثل الطبقة اللي تعرف توصل له ده أول حاجة إيه تاني معه حضرتك ما فيش مشكلة ما هو طموحاتك في المجلس في حالة فوزك بالبرلمان إن شاء الله إن شاء الله بعون الله وبدعم الناخبين إن شاء الله هكون موجود في البرلمان وبدعم الشباب وبدعم السيدات شبين وبدعم الرجال شبين إن شاء الله أنا فكرة جديدة مش موجودة إن كلمرشح الوحيد اللي طالع من طبقة متوسطة أو تحت المتوسطة لا أنتمي لأي أحزاب انتبعي الوحيد للشعب المصري عماتا والأهل دائرتي خاصة أنا ما بعبرش عن أهل دائرتي إن شاء الله هكون موجود ومتواجد وأي قانون هيكون ضد المواطن إن شاء الله مش هوافق عليه إن شاء الله هكون صوت الحق صوت الناس صوت أهل جبين إن شاء الله مرحلة القاعدة طبعا انت عارفن فيه موجود مرشحين موجودين مع حضرتك ولكن بيفرق إيه الفرق بين مرشح ومرشح إيه الكفة اللي بتنجح مرشح ومرشح إيه الفرق ما بين ده ده اللي تخلي مرشح ينجح ومرشح لا الناخبين يعني ولا الناخبين الناس الموجودة حضرتك ومعاك آخرين تانين هم طبعا بيبقوا موجودين في الإعادة ومرحلة الإعادة بيبقى صعبة جدا بالنسبة للمرشحين والناخبين بالنسبة لحضرتك إيه الفرق بين مرشح بينجح يعني إيه اللي بيخلي مرشح ينجح ومرشح لا فيه أسباب كده لتخلي مرشح ينجح طبعا حب الناس البرنامج اللي أنا عامله اللي بيت ميزني عن مرشان كتير في تعهد خطه وقلته في كل ما كان كنت بروحه أن أنا مش هدخل على أهل بيتي أي جنيه من مجلس النواب والناس كانت بتقولي أنت إزاي بتقولي الكلام ده كنت بقولهم دايما أنا مش هاخد مرتب ولا هاخد حافز أنا هعمل صندوق هاخد الفلوس دي وحطاه في صندوق الصندوق ده هتم إعطاء كروت حسن للشباب واللي كلمت فيه أما جاءنا نتكلم على أراضي على الترع المغطاة واحد عايز يفتح مثلا محل فاكهة أو محل بقالة أو أي محل هنددله قرد حسن ويبدأ بالقرد الحسن ده هنيبدأ يردهن واحدة واحدة حسب إمكانياته 200 جنيه كل شرق 300 جنيه كل شرق ونبدأ أن يمشي الدايرة كده تكمل على كده أنا ممثل الشعب لا أسعى لسلطة ولا أسعى لمال كل اللي بسعى فيه خدمة الناس وخدمة الفقرى والمسيكين ورفع سيف الحق إن شاء الله بنشوف نمازي كتير جدا في البرلمان هتكون حضلك أنه نموذج أنا النموذج الوسطي اللي اللي بينتقد انتقاد لازع ولا بيوافق الحكومة على كل القوانين أي قانون هيجيلي هنقشه وشوف إيه عيوبه وحاول أقنع زميل النواب إن إحنا نغير لو فيه أي نقص أو أي عيب أو أي قسور نغيره ولكن دور انتقاد لازع أنا مع الدولة قلبا وقالبا ومع الحكومة قلبا وقالبا ومع سيادة الرئيس قلبا وقالبا ما فيش أي اختلاف خالص بنشكر سيادة الرئيس على إنجازاته اللي موجودة بقالنا ست سنين ما شاء الله عليه ولو لا ما كانت مصر دلوقتي في سكة تانية خالص إن شاء الله خير وإن شاء الله خير بنشكر سيادة الرئيس عفتاح سيسير المرة التانية إن شاء الله هو حط لنا المسيرة وحن نكمل عليها إن شاء الله إن شاء الله أستاذ هاني طبعا ماذا تمثل لحضرك الحصانة بعد فاوزك للبرلمان يعني ناس كدير بتحب تسأل السؤال ده لأي مرشح الاستغلال فيه أمر مستغل وفيه أمر بيروح لإطار الفايدة والنجاح لشعب ودائرة الكورة والمراكز الحصانة بالنسبة لي مجرد حق كفالهول الدستور والقانون في إعطاء أرأي في كل أي قانونة أو في أي حاجة وأقول وأكون سيف مش لشخصي سيف للدفاع عن الفقرة والمساكين والمحتاجين والمظلومين شكتا من كده طيب خطة حضرتك بعد الفاوز برلمان أنا كذا ما كان كنت بروح فيه أنا إن شاء الله أنا عامل خطة إن شاء الله نجحنا يوم 8 إن شاء الله وإن شاء الله هنكون نجحين في بعود الله أنا عندي 36 قرية وعندي 3 أحياء في جبينكم بنقول 39 مكان أنا إن شاء الله عامل خطة أن كل مكان هيبقى فيه منه 5 الخمسة دول هيساعدوني هنبدأ من أول يوم نجمع المشاكل هنقف فيه تشبه في المشاكل أنا ميجي نكلم على مثال كمشكلة للمشكلة الصرف الصحي هلا عندنا 39 مشكلة هنتوجه للمسؤول عن الصرف الصحي هنقول له احنا عندنا 39 مشكلة هنحلهم إزاي هنحلهم إمتى هنحلهم فين لازم يحط لنا خطة نبدأ في خلال الخمس سنين نكون حليني المشاكل دي الخمسة دول هيساعدوني دايما ويخلونهم متواصل مع الناس أنا مش هنفع أتعامل مع قرية كاملة هما الخمسة دول هيتم التواصل معهم هنحاول نحل المشاكل وأي مشكلة هيتم التواصل يوم وبينهم ونحاول نحل كل المشاكل إن شاء الله تمام أنت طبعا عرف في وجود دائرة وباندرشيبين الكوم نادي جمهوريشيبين هو نادي العظيم في المنوفية في حالة حضاك فاوزك بالبرلمان حضاك أنت شايف أن الأمر بالنسبة لنادي جمهوريشيبين يعني على ما يرام ولا هتساعد لنهوض النادي الأضواء أولا أنا موليد 1984 وكت بداية تشجيع للكورة كنت بحب أروح أتفرج على مشارات نادي الجمهورية أيام الكابتن خميس دو دوار طبعا البلد رسالة من البلد أتمنى أننا نكون في الدولة الممتازة السنة الجانية إن شاء الله أنا أصلا عدو عامل في نادي الجمهورية ومتواجد ومشاء الله فيه طفرة كبيرة برئاسة الأستاذ أحمد الخشن إن شاء الله يكون في تطوير في نادي الجمهورية وكون بسعيتهم إن شاء الله في كل أي مشكلة إن شاء الله حضاك طبعا تعافي أن الشباب هي العامة تلوقتي وسادة رئيسة عفاة تحسيس هو دايما بيطالب بالشباب ووعي الشباب ووجودهم وودى الفرص للجميع إن كان ترشح إن كان نجاح إن كان عمل إن كان كل شيء راجل بصراحة عامل مجود كبير جدا يعني طبعا السيد الرئيس بيعمل عبق على المرشحين حتى بعد فوزهم بالنسبة لنجاحاته دايما فبيسبب طبعا ضغط عليكم إن الأمر بيكون بالنسبة لكو يعني ضغط جامد دايما فيه شغل 24 ساعة فطبعا شكرا للسيد الرئيسة عفاة تحسيس طبعا يعني المراكز الشباب طبعا تعرف إن في بعض الناس بتعمل برنامج رياضي فيه أراضي بتبقى مخالفات فالناس بتقوم عاملة ملاعب خاصة فالملاعب الخاصة دي بتقدي إن الملعب بينزال وتعبوا عن التعرف المراكز الشباب ما بتغطيش إمكانيات ولا أفكار الشباب إنهم ما بيقدرواش يلعبوا كورة ما بيقدرواش يلعبوا رياضة فبالنسبة للملاعب دي بتبدأ تزال لإنها تبع مخالفات حاضرك هيكون ليك تطور من وجهة نظرك بعيد عن مراكز الشباب إن إنت ممكن تعمل كم ملعب لكم كورة وكم مركز ولا الأمر بالنسبة لك مش موجود في برنامجك يعني في برنامجي طبعا نذكر التطور مراكز الشباب دايما موجود في البرنامج لازم على الأقل ملعب في كل قرية مش هقل من كده لازم على الأقل ملعب موجود في كل قرية بيخدم الشباب ويجون شغال طول وطول الوقت ليل نهار لازم يكون فيه إضاءة وشغال طول ليل تول نهار مش هنتنازل على الأقل من كده وإن شاء الله الدكتور أشرف صبحي إن شاء الله إن شاء الله مش هيسبنا وإن شاء الله هنكون معنا طب أستاذ زيني طبعا قبل ما نتترك برضو بعض السؤال كمان يعني لو هتوجي كلمة لأهل دائرتك يعني معاك الكاميرا مع حضرتك وتفضل طبعا معاك كم دقيقة نتكلم عنه أنا بمثل فكرة أهل دائرتي أنا بمثل فكرة جديدة جدا أنا شاب عندي 36 سنة تقدمت وترشحت وناس كتيرة كتبت تحبتني وكتبت تقول لي مش هتكمل ده فيه ناس كبيرة الحمد لله بفضل الله ثم بفضل حضرتكم أنا موجود في جولة الاعادة أنا بمثل طبقة أنا والدي موظف والديتي موظفة شخص عادي وشخص طبيعي جدا يمكن ربنا وفقني في حياتي وقدرت أترشح ويكون موجود بطلب أن حضرتكم تسندوني الحاجة الثانية أنا بمثل طبقة الشباب من 1980 حتى 2020 عدم توفيقي في الانتخابات هو إحباط لجيل كامل لازم نكون موجودين في صنع القرار ساعدوني أن أنا أكون موجود اختاروا براحتكم بس أنت ليك حضرتك ليك اختارين بس لازم إن شاء الله يكون في شاب في الاختارين بطلب حضرتكم أنكم تدعموني وإن شاء الله يكون قد المسؤولين هرجع بقى لحضرتك بقى لسؤال المهم طبعاً أنت أكيد عملت مؤتمرات كتير في بعض الكرة إيه المشكلة اللي وقفت قدام حضرتك أو بمانا أصح عايز دايماً تبصّلها من خلال مؤتمراتك إيه المشكلة لحد يوجيه لك حاجة أو أنت شفت معاناة من حد أو في مشاكل مع حد وأن أنت عايز تعالجها إيه المشكلة هي أكتر مشكلة مش المشكلة نفسها أكتر مشكلة الناس بتقابل الناس هو عدم تواجده النائب الناس عايزة النائب يكون متواجد معهم في أي وقت يعيزوا يكون موجود أي مشكلة يكون موجود هي دي مشكلة رئيسية اللي بتقابل الناس مش المشكلة الرئيسية هي المشكلة إيه المشكلة أن الناس ما بتلاقيش النائب يكون موجود فعشان كده أنا عملت الخطة وكلمت في كلام ده متواصلين طول يوم بشكل يوم نحاول نحل مشاكل الناس نحاول نكون موجودين فهي المشكلة الرئاسية عدم تعوج الناب وإن شاء الله هكون موجود فصل الناس تمام يعني منبر لأي حد دي كانت مصر مش كانت شخص بعينه أي مرشح أي حد صاحب مبدأ صاحب فكرة صاحب أي حاجة أهلا وسهلا بي ما بنمنعش حد ظهر شخص أي شخص تاني تحت أمرك فضل دعوة لأي حد الظهور يعني ما حدش بيحكر المكان ده ما حدش بيقول المكان ده بتاعي ما هوش بتاع حد ولكن اللي بيطلع هو بيقول رسالته وقلبه جامد وبيتكلم لا بنزايد ولا بنشيل من حقوق الناس ولا بنقلل من حد ولا بنزايد على حد يعني حتى أسئلتنا بنوجهها للشخص من خلال الناس الناس في الشارع وأي حد عايز ضيف أي سؤال إحنا معاه يعني جماعنا تزوح حتى يعني خلاص والبرنامج على الانتهاء ولكن إحنا ما عندناش مشكلة مع أي حد أهلا وسهلا بأي حد وكل المرشحين أهلا وسهلا بيهم ناس نظيفة وناس محترمة وناس كل الناس محترمين جدا ولكن يعني لازم الفرصة للجميع أن نتكلم ما فيش حد بيقول النهاردة نفسي كل الناس بالنسبة لنا واحد دي قناة للجميع شاز هاني بس عايز بس عايزنك أوجه الشكر للقضاء والشرطة على نزاهة العملية الانتخابية أنا راجل مستقل من أنزه الانتخابات بصراحة أنا راجل مستقل ولا أنت من الأحزاب ومن الآخر مع حد تستاندني يعني ما فيش حد وراي وليقولك بس بصراحة العملية الانتخابية في الجولة الأولى تمت بمنتهى النزاهة ومنتهى العدل ومنتهى الحياة ديه وتشكر جدا للقضاء وتشكر جدا للشرطة أنا الحمد لله دولتنا بقت إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بقى فيه مسوابة بين الجميع محدش بقى يقدر يعني العافية بقتش موجودة في قانون وفي دولة بتقدر تأخذ حقها من أي حد إن شاء الله طبعا انتظروني السلساء القادم دمتم في رعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته